دم نشوف نحن على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات طبية غير موثوقة نسمع بخلطات، بنسمع بنصائح طبية، بتجارب ناس وراح للأسف عم شوف ناس كتير راحت للطبقة بغض النظر عن إذا كانت عن جد طبية أو موثوقة صحيح رشا والأخطر من هيك أن اليوم السوشل ميديا بتسمح لأي شخص يعمل صفحة ويقول أنه هو طبيب وهو اختصاصي وينشر فيديوهات ولكن هذا الخطر ممكن يكون جزء بسيط ويتعدل مع أي شخص عادي لكن لما بنحكي عن امرأة حامل وممكن أنه هذا الشيء يودي بحياة الجنين أو يؤدي للتشوهات بسبب أخذ أدوية معينة أو نصائح ومعلومات غير موثوقة اليوم رح نحكي عن خطورة الشائعات وأيضا الخرافات اللي بنسمع فيها عن المرأة الحامل وشو لازم تاكل وشو لازم لا كل هاي التفاصيل مع الدكتور حسان الغاوي اختصاصي بالجراحة النسائية والتوليد والذي رح يخبرنا الصح من الغلاط يسعد صباحك دكتور أهلا وسهلا لكم صباح الخير يا دكتور أدي عام بتعانوا من هاي القصة يعني بيجيب مريضك لعندك خافس الدنيا يعني أخذ ونصائح أخذ أعشاب البدك يعني أدي بيمرأ بحياتك مشاهدات يومية على موقع تواسط الاجتماعي كله محروضة في خرافة جديدة بتجيب على العيادة بيكونوا قاعدين صبحية مثلا وبنجي بنسمع الاستفسار ومنحاول نجاوب عليه أحيانا على فكرة الصبحية بتتفوق على المعلومات الطبية بشكل عام والتجربة كمان أنا جربت أنا بفهم أكتر طيب نحنا مجمعين شوية معلومات من على السوشيال ميديا رح نتناقش فيها مع حضرتك بالنسبة لتحديد نوع الجنين خلينا نقول أحد الفيديوهات الدعاء قال أنه إذا المرأة أكلت عنصري السوديوم والبوتاسيوم بنسبة عالية انخفاض نسبة التناول عنصري الكالسيوم والمنغنيزيوم بحدث تغييرات على مستقبل الحيوانات المنوية للرجل في جدار البويضة للمرأة مما يزيد احتمالية استقبال حيوان منوي الذكري وينتج زيادة فرصة الحمل بالذكري يعني تحديد نوع الجنين لذكري هل هي الدراسة صحيحة أو هي المعلومات صحيحة؟ طيب هي اللي بيصير شو بيعملوا بيجيبوا عدد من الحوامل مثلا ميتة واحدة بدأت أحبال بيسمون لقسمين وهي بيعطوها دايت معين فيه عالي السوديوم ونازل ماكنيزيوم وهي الأصاص وهدول بيتعاملوا معهم طبيعي فبيلاوا أنه مثلا هون نسبة الزكري جيت بذل 50 ب50 صارت مثلا 55 بالمية مقابل 45 بالمية لصالح الزكري بيقول لك خلص معناتها كلي عالي سوديوم ونقصي مجنيزيوم ونقصي بوتاسيوم ومدري شو بقى بتجيبي زكري شو اللي بيصير اللي بيصير انه مثلا بتروح واحدة بتلتزم بالحمية بتقوم بتصيب معا فبتتقل فبتنشر انه لا خلص هذا اللي هيك هو غلط تماما ما فيهك شي هو تحديد الجنس حصرا يا بشكل طبيعي يا أما بطفل الأنبو لأنه هي كيف تحديد الجنس بيصير وقت الإلقاح مباشرة هنا النطاف وحدة زكر وحدة أنسة حسب اللي بتفوت جوه البويضة والبويضة أورادي مشكلة وجاهزة فحسب النطفة اللي بتفوت يا بتفوت وحدة زكرية يا بتفوت وحدة أنسوية فهو حصرا تحديد الجنس يا أما من الطبيعي يا أما بتحديد الجنس عن طريق طفل الأنبو بقية هاي الشغلات كلها مثلا بترفع النسبة 2 بالمية اللي هي ولا شي واحدة بتتعذب ثلاثة شهور تلاقيها ثلاثة شهور ما بتاكل غير جبنة جبنة صبح جبنة بظهر جبنة مساء هذا الشيء ما أنا صاح يعني هو هذا طبعا خرافة أكيد خلص تحديد الجنس حصرا طفل الأنبوب أو بشكل طبيعي طيب دكتور بنفس السياق بعيدا عن البوتاسيوم وتقليلي كالسيوم أيضا بعض الشائعات خلينا نقول المغلوطة على المواقع بتقول أنه أيضا توقيت الإبادة عم يكون له علاقة جدا بتحديد جنس المولود صح لأنه بيقولوا أنه مثلا وقت الإبادة بالذات بيصير فيه أنسة وقبل الإبادة بيومين بعد الإبادة بيومين بيصير فيه زكر تمام وحتى طلعت دراسة وقالت أنه هاي مانة أبدا المعلومة مدعومة بأي إثباتات علمية وهي فعلا خاطئة هي ممكن تزيد الاحتمال شيء بسيط يعني احنا عم نحكي نص بنص صرنا 55 مثلا 45 هي نفسها ما تغيرت وبالتالي هي مانة طريقة مضمونة لحتى يقعد الواحد يحسب فهذا كله مانة مدعومة المياه طيب دكتور كمان خلينا نحكي بعض المأكولات متهمة بحالة الأجهاض بأشهر الأولى صح 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 ومشهورة جدا رح نعددها وطبعا حضرتك قلنا الصح والغلاط البقدونس، الحمضيات، السودا، المرتدلة، الأنناس، الحوم الباردة، القرفة، زنجبيل، الجبن الأبيض المعنى مغلي، البيض الغير مطهي جيدا، السمك بأنواعه من التونة والسردين مئة بالمئة، هؤلاء كلهم بدون استثناء في عليهم خطر على الحمل بس ما بالإسقاط خطر على الحمل بموضوع أنه هن بيكونوا ممنظفين صح أو مثلا بيد ني مثلا الأسماك الغير نية مثل السوشي وهي القصاص البقدونس بالذات فيه مشكلة فيه مادة فعلا البقدونس بتسبب ممكن تسبب تقلصات رحمية بس الفكرة وين؟ إذا أكلت الوحدة مثلا عشر صحون تببولة على مدى أربعة أيام عرفتي؟ أما وحدة حامل اشتهت صحا تببولة أكيد ما فيها أي مشكلة بس النظافة المهمة؟ هون المشكلة كانت بتكون النظافة هي البقدونس الصعبة تنظيفه فإذا المصدر نظيف وتنظف مظبوط وأكلت اشتهت صحا تببولة عادي فينا تاكل ولا في أي مشكلة والله اشتهت كتير على قرفة تشرب كاسة شايمة عرفة بس القرفة ممكن أحيانا فعلا تسبب مغص بسيط بس أنه ما أبدا إلى علاقة نهائية ما في ولا أي دراسة يعني أنا عم بحكي من الدراسات ما في ولا أي دراسة بتقول أنه البقدونس أو القرفة أو القهوة أو الأناناس حتى فيقولوا التمر لك أنا ممنوع أكل تمر كل الحمل لأنه ممكن يعمل تقلصات تمر من أحسن المواد يلي ممكن الحامل تستهلكها هي وحامل بس فكرة بالاعتدال بالكميات كونه ذكرت التمر دكتور خلينا نروح أيضا لمعلومة بتقول أنه الأمرأة اللي بتتناول تمر كتير بيجي المولود أجمل يعني شيء مضحك عن جد يعني استفرجل كمان أنه بتعطي جماله بيجي الطفل ريحته حلوة يعني اليوم هدول المعلومات اللي مجمعينهم تعبانين على حالهم أدي بحاجة لإنسان يعني ما بدأ كتير الوعي لنعرف أنه هذا شيء غلط يعني مية بالمية لأنه أساسا هي المعلومات ميتين سنة عمره يعني هذا كله انقراط نحن الجنين تحدد كل شكله كل ذكاء وكل كل شيء بلحظة الإلقاح وبلحظة تشابك الجينات بين الأم والأب خلاص تحدد كل شيء بالجنين ما عد فيه شيء غيره نعم أفتي لا تمر ولا أهوة ولا سفرجل ولا شيء سفرجل مر أساسا صح؟ ما بحبه صحيح طيب دكتور يعني اليوم بيقولوا أنه كمان إذا طفل بدلون بشرطه بيضاء لازم تشرب الآن جوز هند وميت جوز الهند مية بالمية طيب بالنسبة لدي واحدة هيك عملت كمان بالعيادة شو كانت النتيجة دكتور؟ عبتشرب جوز هند كل الوقت جاس مر مغامئ لسه ما شفت صراحة يأتي أبيض إذا شرب الجوز هند بس هي الفكرة أنه الجنين محدد جاهز جينات خلاص هو تحدد يعني إذا الأب أسمر والأم سمره شو ما عملت كده يأتي أبيض يعني الزبط الجنين تحدد ما عد فيه شيء قدر يغيره نهائياً الشيء اللي ممكن يأثر فيه هي أنه يصيبه تشوهات بسبب ممارسة خاطئة أو دواء مال ولزوم تمام؟ هي هاي اللي يصيغ بس طيب خلينا نروح لشرب القهوة ودائماً يعني هي أكيد من المحاذير أثناء فترة حمل ولكن مو بشكل أنه نهائي يعني كمان في دراسات بتأكد على فوائد قلبني يعني خلينا نحكي عن هاي المعلومات تمام، القهوة بالكميات العالية ممكن فعلاً تأثر على الحامل، أول شيء ممكن تسرع نبضات القلب وفي دراسة بتقول أنه ممكن تهدد بالإسقاط بس الفكرة أنه القهوة الدراسة الأكيدة اللي بتقول أنه القهوة لحد فنجان فنجان باليوم هي آمنة جداً للحامل وحتى صحية هي لأنه القهوة مثل ما، يعني واحدة فاي أو بدت صح صح تشرف فنجان وهذا شيء مريح للحامل، فالقهوة أثناء الحمل، فنجان، فنجانين هذا شيء يعني الحدود لـ 300 ميلي باليوم، نحنا في السليم تماماً، ما في مننا أي خطر طيب خلينا نحكي عن العادات اللي هي كمان موروسة من السابق شكل البطن بحدد نوع الجنين، يعني أنت بطنك منفوخة هيك معناته بنت صحيح، بالعرض، 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 يعني رجل هاي مثل ما قولوا يعني هيك بسموها أنه هي أشعة أكس عيونة للسيدة هلا على فكرة، أنا أظن أنه البابي تشكل جنينه، بس أنا من منظره، من منظر بطن الأم أنا بعرف هو شو نوع الجنين، طبعاً ما في شي من هذا، هو نوع الزكار والأنسة ممكن يحضوا نفس الشكل، الاثنين ممكن يعدوا بالعرض، الاثنين ممكن يعدوا بالطول يعني ما في أي فرق بيناتهم، فهو حصراً تحديد نوع الجنين هو بالإيكو، وحتى الإيكو ديش ممتاز، حتى الإيكو ممكن الواحد يخربت فيه، صحيح قد ما كان شاطر الدكتور، ممكن يخربت بالإيكو، إذا البابي مسكر رجليه كل الحمل، مستحيل يعني تمام، عرفتي فمستحيل، فهي طبعاً كلها يعني شغلات غريبة صراحة اليوم للتمر هيك يحصها ضمن الأسئلة الشائعة، ذكرت نقطة دكتور أنه التمر جداً مفيد أثناء الحمل يعني ولكن بعض المقولات بتقول أنه الأكل التمر يومياً ممكن يكون هو سبب الولادي الطبيعي همان تروح ألسيدي للقيصرية؟ تمام، ما في شي من هذا هو التمر طبعاً نحن عم نحكي بالكميات الطبيعية يعني مو كل واحد مثلاً الحامل تاكل كل يوم علبة التمر بس إذا الحامل كل يوم أكلت حبتين تمر ثلاث حبات تمر هو عبارة مشعر سكري كتير ممتاز مضادات أكسدة فيتامينات يعني حبتين تمر أو ثلاث حبات تمر أكيد صحية للحامل أكثر من رغيف خبز هل الزوجة والإفرادي بالعدد بأثر؟ الزيادة بالعدد ما لا سيسبب له طلق مبكر لا سيسبب له سكر حمل أو لا سيسبب ضرر على الجنين ممكن يعمله إذا كتير عم تأكل سكر ممكن يأثر على قلب الجنين ويموت الجنين بس نحن نحكي كل شي بكميات معتدلة يعني إذا كل يوم أكلت تمر ثلاث حبتين أو ثلاث حبات هذا جداً صحي جداً صحي طيب كمان دكتور بالنسبة للإيكو حضرتك حكيت عنه بعض الأشخاص بيخوفوا بيقولوا أنه ما بيصير أنت تروحي كل شهر مرة أو مرتين لعند الدكتور وتفحص إيكو أشعة الإيكو مضرة بالبيبي لازم موعيد محددة هل هذا الشيء صحيح أو خطأ؟ الإيكو هو من أكثر التصوير الآمن أثناء الحمل هو عبارة عن أمواج صوطية ما نقول أمواج كهرومغناطيسية أو أشعة عسينية وهي أمواج صوطية تروح تضرب بجسم الجنين وتنعكس وعم نقراها فهي آمن جداً ممكن يعمل واحد الإيكو بالليوم ثلاث مرات ولحي يظل في السليم أبداً 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 أساساً في بعض الحالات لما سي في تسمم حمل أحياناً الإمرأة الحامل مندخلها على المستشفى ممكن تحتاج إيكو مرة أو مرة أو ثلاثة بالليوم حتى مراقبة عرفتي وهذا جداً آمن وفي نساء عندهم فضول يعني دائماً للأطمئنان دائماً خاصة الرباعي والخماسي صاري يقرب لك شوية شكل أجرانيين يعني طيب بيقولوا كمان الدكتور أنه القطة بالبيت ما بصير تكون موجودة إذا كانت الأمرأة حامل ممكن تلقط عدوى وأحياناً بيقولوا سبب الإجهاد هذه القطة أو هي ما حبلت عندها بسبب كمان عدوى القطة شو أصحة هذه المعلومات؟ القطة بشكل عام بيلقطوا فيروس اسمه التوكسو بلازموزيس هذا الفيروس فعلاً إذا أخذته المرأة الحامل ممكن يعمل إسقاط وممكن يعمل تشوهات جنينية تكلسات بالدماغ مشاكل بالجلد مشاكل بالعيون هذا كيف بينتقل من القطة للحامل حصراً عن طريق الفضلات القطة فإذا القطة موجودة في البيت صار لفترة طويلة غالباً غالباً المرأة اللي عند القطة بالبيت غالباً عندها مناعة أوريدي هي أوريدي لقطة الفيروس هي إذا القطة عندها وأوريدي صار عندها مناعة منه فهون ما بقى يخوف خلاص بس للأطمئنان يفضل أنه اللي بيكون عندهم قطة بالبيت إذا قطة تنظيفة وملقحة وكل شيء يكون بس التنظيف بكفوف ما يكون في مشاركة مع الأكل مثلاً ما يكون في مشاركة مع طاولة الطعام ما يكون في مشاركة بأي شيء تاني والقطة بشكل عام هو حيوان نظيف يعني فيه مكان معين هو اللي بيعمل فيه الفضلات بسي ما بتمنع الحامل يعني أبداً أبداً بالعكس بالعكس اللي عنده قطة بالبيت بتخليه عادي بس تنتبهي موضوع النظافة بس طيب كمان دكتور خلين حكي عن أحد المعلومات اللي بيقوله سيدة إذا ولدت ولادتها الأولى كانت قيصرية معناته كل الولادات القادمة رح تكون نفس الشيء وما رح تقدر تعمل ولادة طبيعية هاي المعلومة صحيحة أو خاطئة؟ هاي المعلومة صحيحة نصة صحيح ونصة غلط يعني إذا الوحدة عملت ولادة قيصرية لأنه الرحم تبعة مثلاً كان مفتوح من قبل عملت استقصال أليف مثلاً عملت استقصال ورم عرفتي ومفتوح الرحم عملت قيصري أهون ما في مجال أبداً تعمل طبيعي أما واحدة مثلاً أجيت على الولادة والبيبي راسه فوق هذا صعب الولادة الطبيعي فولدت قيصري أكيد عنده محاولة جد وتقريباً نفس احتمالات نجاح على احتمال نجاح الولادة الطبيعي فينا تروح تعمل طبيعي بالحملة اللي بعده عادي جداً فكل حالة بتختلف يعني واحدة ما بتطلق ومسلاً واحدة لنا فقد قصيرة البيبي كبير فاتت بمخاض ولادة طبيعي وصلت لآخر الولادة الطبيعي بعد 24 ساعة عذاب وآخر شي صار فيه عسر مخاض واضطرنا نولدها قيصري هون فيه احتمال تتكرر حالة نفسها بالحملة اللي بعده فممكن نحن نعرض عليها من الأول أنه بلا ما تحاولي طبيعي خلينا نحاول قيصري مع أنه استل محاولة الطبيعي وارده أسهل قيصري دكتور والله أسهل أسهل فيه نساء لا ما بتخضلها يعني كل شي شي هيك فيه إلى هاي ميزات وهي إلى ميزات وهي سيئات وهي سيئات أكيد دكتور أيضاً فيه معلومة شائعة بتقول أنه السائل المحيط بالجنين ضمن الكيس أحياناً بيكون فيه نقص بهذا السائل أو قليل يعني بيبين مع الطبيب فبيقولوا أنه الشربي مي كتير بتزيد هاي المي وفيه الطب دراسات تقول لا هاي المي بتتكون مع تشكل الجنين يعني إذا بتشرب قد ما شربت ما رح تأثير مية بالمية هي هاي المي أساساً بتتشكل من بول الجنين والجنين قريد يع بيأخذ حاجته من الأم هو ما نساءل الأم هي عندها عبتشرب مي ما عبتشرب وعبتشرب من الدم تبع المي تمام فهذا ما لو إذا شربت مي زيادة أو شربت مي نقصان هذا لا بيحسن السائل الأمنيوسي ولا بينقصه بالعكس هو نقص السائل الأمنيوسي هذا معناته البابي ما عبتبول معناته يمكن يكون في مشكلة كلاوي عند البابي في تشوه عند الجنين في شو بيسموه هذا الفلفل الصمام مثلاً بالمساني يعني هاي شغلات تستدعي أنه ما يواحد يفكر بهذه الطريقة المحدودة أنه أولا شربه مي لا هذا بيستدعي أنه نحن نبعتها تعمل تصوير رباعي مثلاً للأسف دكتور في أطباء كتير بيقولوا هاي المي ومي نقصة المي هي مشعرة على تسمم حمل مثلاً فهون لا نحن نأخذ الموضوع بشكل جدي أكتر مش ربي مي لا روحي نعمل نتصور نعرف هذا البابي شو مشكلته لحتى لما يولد يكون في حدا جاهز أنه يستقبله اختصاصي مثلاً جراحة أطفال يستقبله ويعمل له اللازم ولله روح اللي تشرب مي طبعاً هاي ممارسة سيئة جداً طيب دكتور خلينا نحكي كمان فكرة اليوم موضوع الفيتامينات وطريقة أخداء بينه الطبيعي وبين الحبوب وبين أحياناً بعض السيدات بيكون عنده النقص شديد فبيضطروا لتعويضه بيقبر أو بيشرب أو مثل ما بيقوله شي عضلي شو الوضع بنسبة لسيد الحامل وإي ما تستطيع تأخذ مثلاً إذا عنده فقر دم شديد ما تستطيع تأخذ مشاكل بالمعدة ما تستطيع تأخذ حل شو الحلول وما إلى ذلك كتير من الفيتامينات الفيتامينات بشكل عام الفيتامينات المتعددة أو الملتي فيتامينات هذه بشكل عام حبوبة خفيفة على المعدة ما كتير مزعجة الحوامل بتقدر تأخذها على الأقل مرة يوم أي يوم لا المشكلة عندنا بالحديد الحديد تقيل على المعدة بيعمل أمساك شديد ومزعج وممكن كون أصلاً مصيدة عندها أمساك من أعراض الحمل يعني بالضبط يعني عليك فالفكرة وين الفكرة فيه حوامل لا يستطيع تحملوا تأخذه ويصير عندها أمساك شديد لدرجة أنه أحياناً بصير فيه دم مع البراز فهي ما عاد عننا أفشن أنه نحن نخليها تأخذ حبوب حديد هي بدأت تأخذ تسريب وريدي حديد هذا الحل الأخير طبعاً نحن أي تسريب وريدي ما من ننصح فيه يعني خلينا بالحب لأنه الحب أسهل تسريب وريدي فتنا على مستشفى وفتنا على صيدلية وأخذنا وتعرضنا للعالم ممكن يكون عنده التهابات فهذا من خليه حل أخير وهذا بعد السابع قبل السابع ما في داعي له بعد السابع ممكن تأخذ جرعب السابع جرعب الثامن وجرعب مثلاً قبل العملية لأنه تسريب الوليدي بيحتاج على الأقل على الأقل أسبوع لأسبوعين لا يعطي نتيجة ما بيعطي نتيجة بنفس اللحظة ما فيه يحدة ولا تأخذ تسريب وريدي وتفوت على العملية ما منستفيد لازم قبل بأسبوعين لحتى تقدر تفوت على العملية بشكل مثالي طب دكتور أيضاً من المعلومات الكثير الشائعة هي الحرقة اللي بتصيب الأم أثناء فترة الحمل اللي قال أنه شعر الجنين كثيف فإنه هو اللي عم يسبب هيئة الحرقة هل هو هيك أو هو بسبب حجب الجنين صار في ارتجاع صار في ضغط على المعدة بالضبط هو الجنين كلمة عبيكبر الرحم كل ما عبيكبر لفوق هو صراحة بين المعدة وبين الجنين فيه شي 70 طبقة يعني مستحيل أوصل شعر الجنين فهو الرحم عم بيضغط على المصرة المريئية عم بيضغط على المعدة المعدة عبتدفش لفوق السائل السائل عم بيطلع مننا عبيعمل الحرقة فشعر الجنين أكيد ما له علاقة ولا بيشكل من الأشكار أكيد يعني معلومات دائما غنية إن شاء الله نكون جاوبنا على أبرز الإشاعات والأخبار المغنوطة بيطلع لسه بيطلع لسه يلي بيكون عم بتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأكيد الأهم الأهم مراجعة طبيب مختص عدم الاستماع للغير أنت تجربتك ما تشبه تجربة غيرك شكراً إليك دكتور لوجودك شكراً حكيم ويسعد صباحك وأكيد بالصحة والسلامة لجميع السيدات